بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظره الإسباني خسيمانويل البارس العلاقة التنائية وعددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية وذلك في مساهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات في غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وثمن وزير الخارجية موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية معربا عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية باعتباره ركزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط كما أكد بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة إلى مصر والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر ومنها البنية التحتية والنقل والمياه والتاقة المتجددة والخضراء والربط الكهربائية